أهلا بكم مشاهدين الكرام في كل مكان البداية من وزارة التموين والتي أكدت على صرف مستحقات موارز الأرز الشعير لصالح وزارة التموين خلال 48 ساعة بحد أقصى من الاستلاء وأنه في حالة الامتناع عن التسليم يعاقب المزارع بعدم السماح له بزراعة الأرز في العام التالي إضافة إلى عدم صرف الأسمدة والمبيدات الزراعية المدعمة لمدة عام لكافة أنواع الزراعات ويعد عدم التسليم مخالفة تموينية ويتم حساب قيمة الأرز الشعير من المسلم بمبلغ 10 ألف جنيه لكل طن ويلتزم بسدادها كل من ينتنى عن تسليم الكميات المحددة وتستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في استقبال الأرز الشعير من المزارعين وسط يسير كافة إجراءات التوريد وصرف المستحقات الموردين في مدة لا تتعدى 48 ساعة لترحيه على بطاقات التموين وأيضا في منافذ المجمعات الاستهلاكية ذلك في إطار حرص الوزارة على توفير السلع الأساسية وتأمين مخزون استراتيجي حددت وزارة التربية والتعليم الفئات المسموحة لها بدخول امتحانات الطالب المصريين في الخارج وأوضقت أن الفئات المسموحة لها بدخول الانتحانات هم جميع الصفوف الدراسية من الصف الأول الابتدائي إلى الصف الثاني الثانوي وعفوا إلى الصف الثاني ويشترط للتقدم للانتحان اللي يقل سنة طالب عن 5 سنوات ونصف في أول أكتوبر من العام الحالي 2022 وبالنسبة للصف الأول الابتدائي يرسل الطالب بيانة نجاح لآخر صف دراسي حاصل عليه معتمدا من إدارة شؤون الطلبة والانتحانات بالإدارة التعليمية التابعة لها أو المكتب الثقافي أو السفارة في حالة شهادة مدارس المصاري المصري أما الشرط الآخر وهو أن الطلاب النجاحين في امتحانات أبنائنا في الخارج الصف الأول الابتدائي وحتى أيضا الصف الأول الثانوي في امتحان النقل يكون من الصف أن تكون في دولة تمت مناظرة الصفوف الدراسية به بمثيلتها في جمهورية مصر العربية مصدقا عليها من وزارتي التربية والتعليم والخارجية في الدولة الحاصل منها على الشهادة الدراسية ومصدقا عليها من تفارة جمهورية مصر العربية في تلك الدولة أعلنت وزارة الصحة والسكان تطبيق المنظومة الرقمية المتكاملة لقراءة أفلام الأشعة عن بعد في 34 مستشفى في 15 محافظة هذا في إطار تطبيق أليات التحول الرقمي لتحسين وتطوير مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمرضى بجميع محافظات الجمهورية ومن خلال المنظومة الرقمية للأشعة يتمكن المريض على مستوى الجمهورية الحصول على التشخيص وقراءة أفلام الأشعة بشكل دقيق بدون تواجد طبيب الأشعة في نفس مكان المريضة ويتم نقل صور أفلام الأشعة من أماكن تصويرها بالمستشفيات وخاصة الأماكن النائية إلى المركز الرئيسي لاستقبال صور أفلام الأشعة وقراءتها وتشخيصها من قبل فريق يضم أساتذة واستشريين أشعة بهدف تطبيق المنظومة الرقمية للأشعة بالمستشفيات وأيضا بهدف تحقيق الجودة وتعزيز الكفاءة وتوفير الوقت وتتيح التقنية الوصول إلى طبيب الأشعة في أي مكان وتشخيص الحالة الطارئة في ذات الوقت وسيتم تطبيق المنظومة الإلكترونية في 29 مستشفى بمحافظات الجمهورية وهي محافظات البحيرة وكفر الشيخ والجيزة والدقهنية والشرقية والغربية والقليوبية والمنصفية إلى هنا تنتي هذه التغطية بشكر حضرتكم على طيب المتابعة وهذه تحية أنا لكم جرمي شلبي إلى اللقاء